اشتركوا في القناة ان شاء الله ندرس في هذا الدرس بعض الطائرات التي تحدث في البيئة تؤثر على حياة المخلوقات الحية من المعروف أن المخلوقات الحية تحتاج إلى الماء لكي تعيش ولكن هل تستطيع المخلوقات الحية العيش في كميات زائدة جدا من الماء تصل إلى حد الفيضان والفيضان معناه تجمع للمياه ينتج عن مياه الأمطار والعواصف وتغطي الماء الأرض بالكامل ولمعرفة تأثير الفيضان على النباتات نقوم بهذا النشاط نحضر ثلاث نباتات متشابهة نبات الأول والثاني والثالث نضع أرقام أو حروف ويكون النباتات متشابهة في الحجم والشكل والنوع نوفر جميع الأشياء التي يحتاجها النبات لكي يعيش ضوء الشمس، الهواء، مكان مناسب، درجة حرارة مناسبة ثم نروي النباتات بكميات مختلفة من الماء النبات الأول نعطيه كأس ماء واحد كل أسبوع النبات الثاني نعطيه كأس ماء واحد في اليوم النبات الثالث نعطيه كأس أو كأسان من الماء في اليوم الواحد إذن الأول كأس ماء واحد كل أسبوع الثاني كأس ماء واحد كل يوم الثالث اثنين كأس ماء في نفس اليوم نلاحظ بعد عدة أيام جفاف النبات الأول طيب لماذا يجب في النبات؟ لأن كمية الماء التي نروي بها النبات أقل من الكمية المطلوبة أو الكمية اللازمة والنبات الثاني يكون نموه في حالة ممتازة لماذا؟ لأن كمية الماء هي كمية مناسبة جدا لنمو النبات وهي كأس ماء واحد في اليوم أما النبات الثالث فنجد أنه أصبح منتفخ أصبح مريض هزيل يكاد يموت لماذا؟ مع أنه يروى بالماء بشكل منتظم ولكن كمية الماء التي يحصل عليها النبات كبيرة جدا ولا يستطيع التخلص من الماء الزائد الموجود عنده في التربة وهذا يشبه تأثير الفيضان على النباتات فالنباتات تحتاج إلى الماء ولكن في حالة الفيضان يوجد ماء كثير جدا في التربة حول النبات يمتص الماء من النبات يعني النبات يمتص الماء ولكن بكثرة جدا أكثر من حاجة النبات ولا يستطيع النبات التخلص من الماء الزائد فتكون النتيجة ضعف النبات ويكاد يموت إذن كمية الماء المناسبة تساعد النبات على النمو إنما إذا كانت كمية الماء قليلة أو زائدة عن الحد يمرض النبات ويموت هنا في رقم واحد أو في رقم ألف يموت بسبب الجفاف ورقم ثلاثة أو رقم جيم يموت بسبب الفيضان أو الماء الزائد طيب هل يتغير نمو النبات إذا حاولنا أن نعدل فيه كمية الماء التي نروي بها النباتات النبات رقم ألف أو النبات رقم واحد نحاول أن نرويه بانتظام كل يوم كأس من الماء نلاحظ أنه بعد فترة يبدأ النبات في الانتعاش ويبدأ أنه يعيش مرة أخرى يعني ما كان بدأ يموت النبات رقم جيم نمنع عنه الماء لوندة أسبوع متواصل بدون ماء هذا يعطي الفرصة للنبات للتخلص من الماء الزائد وإلى الطربة أنها تجف للتخلص من الماء الزائد الموجود فيها ثم بعد ذلك نجد أن النبات أصبح يعود مرة أخرى إلى النمو بعدما كان بدأ أنه يزبل ويموت إذن كمية الماء المناسبة تساعد النبات على النمو إذا كانت كمية الماء قليلة يصاب بالجفاف ويموت كمية الماء زائدة عن الحد يموت بسبب الماء ومع الفيضان الفيضان هو أحد أنواع الكوارث الطبيعية ما معنى كوارث طبيعية؟ هي بعض الأحداث أو التغيرات التي لا دخل للإنسان فيها فالإنسان لا يسبب الفيضان إنما ينتج الفيضان بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف هذا تغطي الماء الأرض بالكامل وتؤدي الفيضانات إلى إنجراف التربة وإلى هدم البيوت وهدم المدن وتدمير مواطن الحيوانات والمخلوقات الحية أما الجفاف فهو العكس فالجفاف هو عكس الفيضان ويحدث نتيجة إنحباس الأمطار لفترة زمنية طويلة فعدم سكوط الأمطار لفترة زمنية طويلة يؤدي إلى جفاف التربة وجفاف النباتات ويؤدي إلى هجرة الحيوانات لأنها تحتاج إلى الماء أيضا أو موت الحيوانات لأن كل المخلوقات الحية تحتاج إلى الماء فالفيضان هو عكس الجفاف الفيضان زيادة في الماء أما الجفاف فهو إنحباس للمطر وكله في الماء لذلك يؤدي الجفاف إلى الحرائق هذه الصورة الحرائق الطبيعية موجودة هنا إذن كيف يؤدي الجفاف إلى الحرائق؟ مع جفاف التربة وجفاف النباتات وارتفاع درجة حرارة الشمس يؤدي إلى اشتعال الحرائق نتيجة حرارة الشمس إذن هنا تحدث حرائق اسمها حرائق طبيعية لماذا يسمى حرائق طبيعية؟ لأنه لا دخل الإنسان فيه لأنها قد تحدث الحرائق بسبب إهمال بعض الناس في ترك النار أو أي شيء يكون هو موجود في أي مكان ويشعي النار ثم يتركها ويذهب تؤدي هذه النار إلى اشتعال حريق ضغط إنما هذه الحرائق تكون طبيعية بسبب جفاف التربة وجفاف النباتات وحرارة الشمس إذن هنا تحدث حرارة طبيعية فيضان جفاف كلها تسمى كوارث طبيعية كما تغير الأمراض في البيئة وتغير في المخلوقات الحية لأنه عند أصابة نوع محين من المخلوقات الحية بمرض أو بكتيريا أو الفطريات تؤدي إلى وفاة المخلوق الحي أو حتى مرض أو ضعف مثل انتشار الأمراض هنا في بعض النباتات منها ظهور بقع سوداء على أوراق الورد ده دليل على إصابته بالمرض فالمرض يصيب الإنسان ويصيب الحيوان ويصيب النبات وانتشار الأمراض بكثرة يؤدي إلى تغيرات في البيئة لأنه يؤدي إلى موت المخلوقات الحية طيب هل يمكن أن تعود الحياة مرة أخرى بعد هذه الكوارث يعني بعد الفيضان طبعا الفيضان بيدمر كل شيء بعد الجفاف كل شيء بيموت بعد الحريق كل شيء طبعا بيحترق والغابة تتدمر ولا يبقى منها غير التربة هل تعود الحياة مرة أخرى؟ نعم يمكن للنباتات أن تنمو من جديد بعض الحريق أو بعض الفيضان أو بعض الجفاف لأن بعض الفيضان بتجف التربة يعني مدة طويلة ولكن تجف بعد الجفاف بيأتي المطر ويعود كل شيء كمكان بعد الحريق أيضا تنمو بعض النباتات من التربة لأن التربة ما زال فيها بعض البزور إذن يمكن للنباتات والحيوانات أن تعود إلى المكان مرة أخرى ولكن بعد أن تعود الحياة كما كانت كيف يستجيب أو كيف تستجيب المخلوقات الحية لهذه التغيرات؟ المخلوقات الحية منها النباتات ومنها الحيوانات بالنسبة للحيوانات فعندها الاختيار أنها تهاجر تهاجر جمع نفسها في مجموعات وتهاجر والهجرة هنا تكون مثلا بسبب الجفاف عند حدوث الجفاف في مكان ما تحاول الحيوانات أن تذهب من المكان الذي تتعيش فيه إلى مكان آخر بحثا عن الماء كذلك عند حدوث الفيضان تهرب الحيوانات تتعيش في مكان آخر بعيدا عن مياه الفيضان إذا بعض الحيوانات تهاجر بحثا عن الماء مثل الحمر الوحشي والأفيال تهاجر تبحث عن موطن جديد يتوفر فيه الماء وعند حدوث الفيضان أيضا تذهب إلى موطن جديد وكذلك تستطيع بعض الحيوانات أن تتكيف مع قلة الماء أو مع الجفاف مثل أنها تدفل نفسها في الطين مثل الضفضع وبعض الأسماك يوجد طبعا الضفاضع هنا في الصورة موجودة تدفل نفسها في الطين وتكون في حالة نسميها البيات بيات طويل جدا لا تأكل ولا تشرب ولا أي شيء موجودة بس في الطين تحافظ على رطوبة جسمها وتنتظر سقوط الأمطار كذلك تغير بعض الحيوانات المفترسة طريقة معيشتها مثل مثلا بعض الحيوانات معتادة على الصيد نهارا فقط وعلى أكل نوع محدد يعني مثلا الأسد الأسد في الوضع الطبيعي لا يرقد خلف أرنب مثلا لأن الأرنب صغير إنما في حالة الجفاف وموت الحيوانات وهجرة الحيوانات إلى موقف أخرى قد يستطيع الأسد أو يأكل الأسد أرنب أو حيوان صغير لأنه لا يوجد غذاء لأنه في حالة الجفاف لا يوجد غذاء أو لا يتوفر غذاء كذلك قد تلجأ الحيوانات إلى الصيد ليلا ونهارا الصيد ليلا ونهارا يتوفير الكميات المناسبة من الغذاء إذن المخلوقات الحية ومنها الحيوانات تغير من حياتها بسبب الجفاف تغير من حياتها بسبب الجفاف بعضها يهاجر بعضها تكيف ويغير من تركة حياتها فماذا عن النباتات؟ تموت النباتات إذا حدث الجفاف تموت النباتات إذا حدث الفيضان تموت النباتات إذا حدث الحريق تموت النباتات لأن النباتات ليس عندها حرية الحركة هي مخلوقات حية ولكنها لا تتحرق كيف يصبح المخلوق الحي مهددا بالإنقراض؟ ما معنى الإنقراض؟ الانقراض هو انتهاء لمثل هذا النوع من الحيوانات يعني نقول مثلا الديناسور حيوان مقارد معنى كلب المقارد أنه لا يوجد أي ديناسور حي على القرى الأرضية الأرض بالكامل مفيش إنما المهدد بالانقراض معناه أنه يوجد عدد قليل من هذه الحيوانات يوجد عدد قليل من هذه الحيوانات مثل طائر الحبارة وغزال الري ووجود عدد قليل من هذه الحيوانات ليس فقط بسبب ليس فقط بسبب هذه المخلوقات الحية إنها تنقرد بسبب تغيرات البيئة لا إنما بسبب الصيد الجائر فالصيد الجائر له تأثير كبير جدا على انقراض الحيوانات ما معنى الصيد الجائر هو الصيد الزائد عن الحد يعني مثلا لو أنك تصد واحد أو اثنين من هذه الحيوانات هتكون عادي إنما أن تصد كميات كبيرة من هذه الحيوانات يعرضها إلى الانقراض أنها تنتهي لا يوجد منها مرة أخرى تمام؟ إذن عندنا التغيرات البيئية تؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات كذلك يؤثر عليها أو يسترعى على عددها الصيد الجائر ومع مراجعة الدرس أي مما يأتي لا يدل على كارثة طبيعية طبعا هنختار الفطريات لأن الفطريات هي ليست من الكارثة الطبيعية إنما عندنا الحرائق والفائضان والجفاء وهابتوفي يا شباب